السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني التجاري معكم أستاذ محمد عرفات معلم مؤاد قانونية إن شاء الله هنشرح النهاردة أو هنعرفكم منهج القانون التجاري للصف الثاني التجاري طبعاً إحنا عارفين إن شعبة القانون فيها أربع مواد في الصف الثاني التجاري عندنا مادة قانون التجاري، قانون العقوبات، قانون المرافعات، القانون المدني طبعا الاربع مواد اهم من بعضهم لازم ان انت تفهمهم كويس جدا في سنة تانية عشان ان شاء الله لما توصل سنة تالتة يكون الموضوع اسهل بالنسبة لك طبعا تعتبر سنة تانية تمهيد للصف السلس تجاري لان احنا عندنا في سنة تالتة عندي ست مواد قانون لو طلعت من سنة تانية فاهم المواد القانونية هتبقى الموضوع سهل بالنسبة لك وهتقدر ان شاء الله تأفل الخمسين في كل مادة برضو احنا عندنا في سنة تالتة عندي ست مواد قانون زي قانون الاجراءات الجنائية وطبعا ده عايزك عشان توصل سنة تالتة وتبقى فاهم مادة القانون الاجراءات الجنائية لازم ان تفهم من سنة تانية عندك قانون المرافعات مرتبط ببعض الحاجات اللي هندرسها في سنة تانية فيه قانون العقوبات اللي هو مجموعة جرائم برضو لو فهمت في سنة تانية في قانون العقوبات اللي هو مثلا الركن المادي والركن المعنوي هتسهل لك الأمور خالص معاك في سنة ثالثة فيه برضو القانون المدني فيه قانون الأحوال الشخصية فيه قانون اللوائح المالية والإدارية كده دول ست مواد في سنة ثالثة لو أنت انتبهت من سنة تانية وركزت كويس جدا يبقى الموضوع بالنسبة لك سهل إن شاء الله في سنة ثالثة طيب اللي احنا نتكلم عنه النهاردة المادة بتاع القانون التجاري مادة القانون التجاري مادة جميلة جدا عايزة بس منك تركيز احنا بنتكلم فيها عن ثلاثة ببان الباب الأول بيتكلم عن الأوراق التجارية والباب الثاني هناخد فيها بعض العقود التجارية والباب الثالث هنتكلم فيه عن الشركات التجارية ونفرق ما بينهما بين الشركات المدنية أو هنفرق ما بينهما بين الجمعيات الموضوع بتاع الأوراق التجارية عندي ثلاث أنواع من الأوراق التجارية مهمين جدا أكيد بتسمع عنهم كتير جدا زي الكنبيالة زي السند الإذني أو الأمر زي الشيك حاجات مهمة جدا لازم أنتو بعارف إزاي بتكتب الأوراق دي بنعملها زي إمتى يبقى الورقة دي باطلة إمتى يبقى الورقة دي صحيحة إمتى يبقى معترف فيها قانونيا أو غير معترف فيها قانونيا طب إحنا بنعملها ليه طب إيه سبب أنه بنعمل الكنبيالة أو الشيك أو السند الإذني طبعا إنت لو ركزت في الأمور بتاعة الأوراق التجارية هتلاحظ أن مهم جدا أنت تفهمها في الحياة العملية بتاعتنا وارد جدا أن إذا كنت تسمع عن الكنبيالات من زمان أو لو أنت كنت تتفرج على أفلام مثلا قديم هتلاحظ زي ما كان يقول لك إيدا عليه كنبيالات الكلام ده كله حاليا مثلا التعاملات كلها بموضوع الشيكات يعني دايما لو فيه تعاملات مع البنوك في الأعمال التجارية تلين واحد مع دفتر الشيكات وبروح يصرفه من البنك والكلام ده كله أو يكتب شيك على نفسه لصالح شخص آخر فهنعرف إمتى يكتبه ويكتبه صح وإمتى يكون الشيك سليم قانونيا ما يكونش مثلا أنه أصدر الشيك بدون رصيد ساعتها بتحول مثلا للعقاب فيه برضو عندنا العقود التجارية العقود التجارية دي مثلا نتكلم فيها عن ثلاث أنواع من العقود زي عقد الوكالة عقد السمسرة عقد النقل عقد الوكالة اللي هو فيه شخصين شخص الموكل وشخص الوكيل أنا مثلا شخص الموكل بوكل شخص غيري إنه هو يروح مثلا يصرف لي فلوس من البنك اللي هو شخص الوكيل بقى بوكل مثلا شخص غيري إنه هو يروح يبيع لشقة يبيع لأرض بعمله توكيل مثلا زي توكيل عام يبيه يتصرف في كل أموالي أو يتصرف في بعض الأموال بتاعتي فطبعا لازم نعرف ايه هو عقد الوكالة وايه هي شروط صحته امتى بصاحة امتى بغلطة والخصائص بتاعته وطبعا انه بعارفين ايه الالتزامات البطاقة على كل الطرفين سواء شخص الوكيل او شخص الموكل طيب فيه برضو بعد كده عندي عقد السمصرة عقد السمصرة اللي هو اللي فيه شخص السمصار وطبعا عقد السمصرة هو عقد ما بين طرف السمصار وطرف اخر زي مثلا واحد عايز يشتري عربية بس مش فاضي ان هو يروح يدور على العربية او عايز شقة ومش فاضي ان هو يدور عليها او مش عارف اماكن بعشاء الشواء موجود فين فبضطر ايه جاء اللي هو شخص السمصار بيعمل معه عقد ان هو يبحث له عن شقة او عربية بالمواصفات والشروط اللي هو عايزها دور السمصار ان هو بيبتدي يبحث ويدور عن الشقة او عن العربية ويشوف هي موجودة فين ويشوف الطرف الاخر اللي هو الطرف صاحب الشقة ويعرفه بشخص العميل بتاعنا اللي هو عمل العقد الاولاني مع شخص السمصار ويعرفهم بعض يعني هو يعتبر دور السمصار بيقرب طرفين ببعض ويعرفهم على بعض بحيث دوتا يشتري من تاني الشقة ساعتها طبعا بينتي دور السمصار بمجرد كتابة العقد بين الطرفين اللي هو صاحب الشقة والشخص اللي عايز يشتري الشقة برضو عندك عقد النقل انا عايز انقل البضاعة مثلا من مكان لاخر فيه شخص اسمه المرسل وشخص المرسل اليه وفيه شخص اسمه الناقل الناقل دوت الي احنا بنعمل معه العقد الي هو عنده مثلا هينقل الحاجة البضاعة مثلا بتاعتي او هينقل العفش بتاعي فدوت معاه وسيلة من الوسائل زي العربية مثلا او هنقل البضاعة مثلا في مركبة او في طيارة اي اما يكون يعني فانا هنقلها مثلا في عربية فشخص الناقل دوت فيه التزامات بيقوم بيها كذلك شخص المرسل فيه بعض التزامات لازم يقوم بيها منها حتى زي مثلا هو ملتزم بدفع الأجرة سواء بقى كان المرسل أو المرسل إليه بيعبع على حسب الاتفاق لما بينهم فهنا في عقد برضو النقل بنقدر نعرف الأطراف اللي موجودة فيه وخصائص العقد دوت واختصاصات كل طرف والالتزامات اللي بتاقع عليهم كذلك برضو بعد كانت كلم عن الشركات التجارية هناخد فيها أنواع الشركات التجارية زي مثلا شركات الأشخاص شركات الأموال نعرف دي بتتشكل إزاي ودي بتتكون إزاي دي ممكن نهلها إزاي لو طرف هنا مات إلا يحصل في الشركة لو طرف شركة مثلا أموال مات إلا ممكن يحصل في الشركة يعني هنعرف الأمور دي كلها كذلك برضو هناخد تأسيس شركات التجارية التأسيس بتاعها إزاي بنعملها إزاي بيتم مثلا كتابة عقد إنشاء الشركة إزاي برضو بنعمل اللي هو الشهر بتاع لما بنعمله الشهر العكاري فدي كلها أمور هنقدر نعرفها إن شاء الله في منهج القانون التجاري للصف الساني التجاري طبعا ده كله هنتكلم فيه عن طول السنة يعني احنا ده التلت ببان دول منقسمين في جزء منهم في الترم الأول وفي جزء في الترم التاني طيب هنبص برضو مع بعض كده بحيث تبقى الحلقة مفيدة إن شاء الله نبتد نتكلم عن شوية حاجات كده في منهج القانون التجاري عشان تقدروا تستوعبوا وتفهموا الدنيا ماشي إزاي حاجة زي الأول كده هنتكلم عن الأوراق التجارية ونشوفها أولا قبل ما نقول نرتلك نوع الأوراق التجارية في الأول كده ونتلك تلات حاجات هنتكلم عنهم الكنبيلة والسند الإذن أو الأمر وإشيك طيب هنأخذ أول حاجة بس نقدر نعرف يعني إيه كلمة أوراق تجارية عموما الأوراق التجارية زي ما مكتوب على الشاشة قدامنا كده هي السكوك مكتوبة وفقا لقواعد شكلية يحددها القانون سكوك يعني أوراق ورقة مكتوبة وفقاً لقواعد شكلية بيحدد القانون أو العرف التجاري وتتضمن الالتزام بدفع مبلغ نجدي واحد وتكون قابلة للتداول بالطرق التجارية صق مكتوب يعني ورقة مكتوبة قدامي الورقة دي مكتوبة مش بمزاجي لا ده وفقاً لقواعد شكلية القانون هو اللي بيحددها أو العرف يعني أنا مش بكي بالورقة زي ما أنا عايز لا طبعاً ده زي ما القانون قال لي بالضبط كذلك الورقة دي هتتضمن الالتزام هيقع علي ايه هو الانتزام ان انا هدفع مبلغ نجدي واحد خلي بالك الورقة اللي هو الصق ده مكتوب فيها مش كذا مبلغ اولا انا هو لازم ان يكون مبلغ نجدي مش اي شيء اخر يعني مثلا مينفعش اكتب كمبيالة عن نفسي الواحد ان هو ان انا عليها ليه عربية لا طبعا انا بكتب كمبيالة عن نفسي ان انا مسلا عليا 10.020.000 فلازم ان اكتب فلوس مش اي شيء اخر طيب ولازم كمان يكون مبلغ النجدي واحد يعني ما فيه اش تروح تعمل شيك ويكون كتب فيه رقمين انا علي 10 تلاف او انا كتب لك شيك ب10 تلاف وتحت اكتب لك برضو ان انا برضو نفس الشيك في 20 الف طب او 10 او لا 20 فبالتالي لازم ان تكون كاتب ايه مبلغ واحد فقط لا غير يبقى وكذلك برضو لازم تبقى عارف ان هي الاوراق التجارية دي قابلة للتداول بالطرق التجارية وانا اعرفها فيما بعد ان التداول اللي هي عن طريق التسليم او المناولة ان انا ممكن قدي الواحد كمبيلا خدها اللي هو خدها وروح انت اصرفها طبعا دي في حالة لو كانت كمبيلا مكتوبة لحاملها يعني اي حد يحملها فبالتالي غلب الكم كمبيلا لحاملها دي تبقى كمبيلا خاطرة جدا لان لو اعت مني واي حد لقاها من حق ان هو يخدها ويروح يصرفها ما فياش اي مشكلة خالص لان احنا مكتوب عليها لحاملها مش مكتوب اسم شخص معين كذلك برضو انه ممكن يتم تظهرها هي بتتداول عن طريق التسليم والمناولة او عن طريق التسليم والمناولة عن طريق التزهير واني اعرف برضو يعني ايه كلمة تزهير تزهير يعني انا بظهر الكمبيلا شخص اخر بنقلها له من اسمي لاسمه هو اللي يروح يصرفها طيب فيه بعد كده بنتكلم مثلا عن خصائص الاوراق التجارية الاوراق التجارية دي ايه الخصائص بتاعتها؟ واحد الخصائص زيما برضو عشان انت لسه تضيخل سنة تانية فلازم تبقى فاهم الدنيا ماشي ازاي دايما بطلع الخصائص او الشروط اغلبة بطلع من التعريف ذات نفسه يعني احنا قلنا هي سقوك مكتوبة اذا اول خاصية من الخصائص تلاقي مكتوبة ايه؟ سقوك مكتوبة يعني لازم ان تكون ورقة ومكتوبة خلي برك برضو ما ينفعش اعمل كمبيالة او شيك او سند اذني شفوي ينفع لك انا عليك مثلا كمبيالة او شيك او سند اذني بالبق كده انا عليك 10.000 كشيك لا طبعا يبقى اذا لازم ان تكون ايه؟ سقوك يعني ورقة مكتوبة ما ينفعش تبقى شفوي طب نمرة اتنين موضوع الورقة التجارية يمثل مبلغ من النقود زي ما قلناها كده في التعريف ان لازم تكون الورقة التجارية مكتوب فيها مبلغ من النقود ما ينفعش مكتوبة اي حاجة تانية تلك ما ينفعش اكتب شيك ان انا عليك عربية شيك بعربية او شيك او كمبيالة بشقة لا طبعا انا لازم اكون كاتب مبلغ نقدي معين فيه رقم 3 قابلياتها للتداول بالطرق التجارية زي ما قلتلك التداول عندي حاجتين اما عن طريق التزهير او عن طريق التسليم والمنولة وهنفهمهم كمان شوية برضي يعني ايه التزهير ويعني ايه تسليم منولة هندي عنهم نبزة عشان تبقى فاهمين اربعة واجبت الدفع عادة في اجل قصير خلي بالك انت المفروض خدت في سنة اولى ان الاعمال التجارية بتعتمد على السرعة محتاجة سرعة فهنا بيقولك قابلية واجبة الدفع عادة في اجل قصير يعني لما بعمل كمبيالة او شيك او زنة اذني ما ينفعش مسلا تفع معاك على عشر سنين اسددلك كمبيالة او على عشر سنين اسددلك مثلا الشيك لا طبعا ده يلازم تدفع او تتصرف الكمبيالة او شيك في وقت قليل بربط فين على مدة قليلة لان ده عمل تجاري والاعمال التجارية بتعتمد على الايه على السرعة مش مينفعش ان احنا نبطق في الامور دي تخالص لده اعمال تجارية خمسة كبول العرف لها كأدات وفاء يعني مثلا هديك فكرة مثلا عن كمبيالة او شيك ايه فكرة انا ممكن اعمل كمبيالة او وكتب كمبيالة عن نفسي او شيك انا افترض مثلا كمبيالة انا اشتريت منك عربية ومش معايا اسدد الفلوس دلوقتي هتجيل الفلوس مثلا بعد سنة فقلتلك ما عليش انا هستددلك الفلوس بعد سنة هتقول لي تلك ايه وانا ايش ضمان ده انا مش وصك فيك انا مش متطمن لك فانا عشان انت تتطمن وتتطمن ان فلوسك هجيلك خلاص قلتلك خلاص انا هكتب على نفسي كمبيالة لو انا ما سددتش الفلوس اديك معاك كمبيالة تثبت ان انت ليك ايه حق عندي فهنا بكتب على نفسي كمبيالة تبين ده لو اخدتك كمبيالة يعتبر كده انا دفعت الفلوس على هيه اه بنسبة كبيرة انت بقيت متطمن وبنسبة كبيرة ضمانت ان فلوسك هجيلك لان لو انا ما سددتش الفلوس في المعادة اللي احنا متفقين عليه هيحصل ليه في الحالة دي هتحقك ترفع دعوة هتعمل مثلا حاجة هنقولها فيما بعد اللي هو حاجة اسمها بروتستو عدم الدفع بتروح تعمل محضر في الاسم اللي انت روح تتصرف الفلوس وما لقيتش فلوس وبعد كده بتحول موضوع العضية وتعمل فيها ايه محضر وعضية وبيتحكم فيها لصالحك اكيد فانت هنا اعتبر ضمانت فلوسك يعني انا لما كتبت على نفس الورع دي ضمانت فلوسك انما لو قلت لك بالبق كده تلاقش هنديك فلوسك بعد سنة او بعد شهر او بعد اتنين اما انا ممكن الكلام يعني لما ديجي مثلا انا ما سددتش هتقدر تثبت ان انا قلت لك كده اكيد لا طبعا فبالتالي تعتبر الكيمبيالة او الشيك دي تعتبر ايه اداة من اداة الوفاء طيب في بعد كده الكيمبيالة ايه هي اصلا الكيمبيالة انا قلت لك ان الاوراق التجارية عندي تلاتة انواع من الاوراق التجارية كيمبيالة شيك سند اذنة وسند الامر الكمبيالة اولا عشان خليك تحفظ تعريف تحها بسرعة اوي هي فيها تلات اشخاص شخص بيسمى الساحب شخص اسمه المسحوب عليه شخص اسمه المستفيد يبق كده كم شخص؟ تلاتة الساحب ده اللي بيصحب على نفسه كيمبيالة اللي بيكتب على نفسه كمبيالة اللي هو شخص المدين يعني أنا علي لك فلوس يبانا اللي هسحب على نفسك كمبيالة يبانا اسمي شخص المدين اللي هو الساحب اتنين اللي هو شخص المسحوب عليه المسحوب عليه دوت اللي هو ممكن في كمبيالة يكون بنك وممكن يكون شخص طبيعي مش شرط يكون بنك لان خلي بالك احنا هنفرق فيما بعد ما بين الكمبيالة والشيك لان الشيك لما بتجي تصرفه لازم تصرفه على طول تلقائي من بنك مش من اي شخص اخر اما الكنبيالة انا ممكن يكون شخص المصحوب عليه بنك وممكن يكون شخص اخر غير البنك شخص عادي خالص انا سايب مع الفلوس بتاعتي فده الطرفيه التاني خلي بالك البنك هو اللي يتصرف منه او الشخص الاخر هو اللي يتصرف منه فلوس الكنبيالة او ورقة الكنبيالة ثالث شخص اللي هو شخص المستفيد شخص المستفيد هنا اللي هو الشخص الدائن اللي ليه فلوس اللي هو مثلا لما انا اشتريت منه العربية المفروضة سدد له الفلوس فهو الدائن اللي ليه فلوس فهنا بيسمى المستفيد فكده أنا عندي كم شخص ثلاثة ساحب ناخدهم بالترتيب عشان نحفظهم ساحب مسحوب عليه مستفيد بص بقى التعريف قبل ما نقرأه الساحب بيؤمر شخص المسحوب عليه إنه هيدفع مبلغ من الأموال لشخص آخر اسمه المستفيد في معاد معين يبقى أنا كده شخص الساحب هيؤمر البنك أو الشخص طبيعي إنه هيدفع مبلغ من الأموال لشخص المستفيد في معاد محدد طبعا هنقول الموعيد كمان شوية ونقدر نعرف إيه هي الموعيد لإنه فيه حاجة مثلا زي بمجرد الاطلاع في تاريخ معين بعد مدة معينة من كتابة الكمبيالة فهنعرف الموعيد دي فيما بعد يبقى كده أنا عرفت إن الكمبيالة فيها ثلاث أشخاص نقول التعريف بتاحها هي عبارة عن ورقات تجارية تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ من النقود خلي بالك لازم أن يكون مبلغ من النقود إمتى بقى بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الورقة يبقى كده عبارة عن ورقة تجارية هتضمن أمر من شخص بيسمى الساحب هيؤمر مين؟ شخص آخر بيسمى المسحوب عليه هيؤمره بإيه؟ إنه هيدفع مبلغ من الأموال إمتى؟ بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين طيب لمين؟ لحساب شخص آخر بيسمى شخص المستفيد أو حامل الكمبيئة هلأ بقى لك أنت لو فهمتها ساحب مسحوب عليه مستفيد خلاص هتلاقي الموضوع تعريف سهل جدا هو لازم طبعا تحفظ التعريف كله ولكن أنا بسهلها لك ساحب مسحوب عليه مستفيد الساحب بيؤمر شخص المسحوب عليه إنه يدفع مبلغ من الأموال في معاد معين لحساب شخص آخر اسمه المستفيد لو فهمت الثلاث نقط دور وربعة هتلاقي التعريف سهل جدا ما فيهوش أي مشكلة طيب لما بنيجي نعمل كنبيالة أو شيك أو سند إذني هناك شروط خليب أقول فيه شروط موضوعية وفيه شروط شكلية أنا أذكر مثلا النهاردة الشروط الموضوعية الشروط الموضوعية دي شروط أساسية أصلا في كتابة أي عقد لازم أن تكون موجودة مش شرط كنبيالة أو شيك بس ده في أي حاجة تيجي تكتبها لازم أن تكون أولا الرضاء الصحيح يعني لازم أن أكون كاتب الحاجة بإرادة الشخصية ما يكونش حد يضغط علي يعني لو واحد مثلا جيها أددني اكتب على نفسك بسلاح اكتب على نفسك كنبيالة أو شيك أو سند أنا كده هكون هل كتبت كنبيالة أو شيك بإرادتي ولا غصب عني ده أنا غصب عني ده فيه إكراه حصل تمام سوى بقى فيه يعني إكراه أو تدليس أو غبن دي كلها تعيب الإرادة بتاعتي لأن دي من عيوب الإرادة فأنا كده مش كاتب الحاجة بإرادتي الشخصية ده أنا كده أكبرت عليها فبالتالي هيكون الرضاء بتاعي غير صحيح فبالتالي برضو هكون الكنبيالة أو الشيك أو السند باطل يبقى أول شرط عندي من الشروط الموضوعية الرضاء الصحيح تاني شرط محل الالتزام السابت بالكنبيالة هلو أنا إيه محل الالتزام؟ أنا عامل كنبيالة دي ليه؟ خلي بالك لازم أن تكون معمولة يعني المحل بتاعها حاجة مشروعة يعني ما ينفعش مثلا بعمل على نفس كنبيالة عشان خدت منك مخدرات أو خدت منك سلاح غير مرخص لا طبعا لازم نكون عاملين كنبيالة أو شيك مكتوبين لحاجة مشروعة يعني لازم أن يكون المحل والسبب لنخلي بالك الرقم 2 و 3 مرتبطين ببعض محل الالتزام السابت في الكنبيالة وسبب الالتزام السابت في الكنبيالة واللتنين مع بعض مرتبطين ببعض لازم يكون المحل والسبب حاجة مشروعة يعني أنا كتبت على نفسك كنبيلا للشراء العربية السبب اللي خلانا نكتب العقد السبب اللي خلانا عملت على نفسك كنبيلا إن أنا عملت بيني وبينك عقد شراء عربية ولازم يكون هنا عربية حاجة مشروعة ولا غير مشروعة مشروعة فالمحل بتاع العقد اللي هو العربية يعتبر شيء مشروعة برضه عشان تبقى فاهم كلمة محل يعني إيه محل العقد دوة يعني مثلا أنا اشترت منك عربية يبقى إيه محل العقد اللي هنا العربية اشترت منك شقة يبقى ايه محل العاد بتاعي؟ الشقة خلاص فده اسمه محل العاد فطبعا لو لاحظت لو انا عملت كمبيالة على نفسي عشان خدت منك عربية يبقى هنا ايه محل مشروع رقم اربعة بقى اهلية الالتزام في الكمبيالة اهلية الالتزام هنا لازم عشان اكتب على نفسي كمبيالة لازم اكون كامل الاهلية وكامل الاهلية وفقا للقانون لازم ان يكون تم 21 سنة زي ما قلناها ذكرناها في سنة اولى لازم اكون عندي 21 سنة او عندي 18 سنة وخدت اذن من المحكمة ان انا مارس اي عمل تجاري ساعتها من حق في الحالات دي ان انا اعمل كمبيالة او اكتب كمبيالة على نفسي يبقى دي اسمه الاهلية خليبا لكم الاهلية مهمة جدا بس طيب الاهلية هنا لازم تكون موجود في شخص الساحب ولا شخص المستفيد بص هو من اللي هتصرف الفلوس؟ شخص الساحب يبقى لازم يكون الساحب كامل الاهلية لانه هو اللي هتصرف ايه في الفلوس بتاعته هيصرف فلوس يبقى لازم ان يكون كامل الاهلية اللي هو عنده 21 سنة زي انه هو يكون غير مصاب باي عارض من عارض الاهلية عارض الاهلية زي الجنون والعته والسفة والغفلة دي كلها عارض اهلية تساعتها تبتر كمبيالة لو كان هو مصاب باي عارض من عارض دي او كان سنه اقل من 21 سنة طب هل شخص المستفيد لازم يكون كامل الاهلية؟ لا مش شرط لان الشخص المستفيد هياخد فلوس فبالتالي مش هينضرب اي حاجة خالص ما فيش اي ضرر هيقع عليه ولكن لو شخص المستفيد هيظهر كمبيالة فيما بعد يعني هينقلها من اسمه الاسم شخص تاني لا ساعتها لازم ان يكون مكتمل ايه الاهلية بس هما هاجة وقت كتابت العادة مش هيتفرق بالنسبة لنا وقت كتابت الكمبيالة مش تفرق بالنسبة لنا ان هو يكون كامل الاهلية او غير كامل الاهلية ده بالنسبة للمستفيد اما الساحب طبعا لازم ان يكون ايه كامل الاهلية طيب المستفيد لما ييجي يظهر الكمبيالة لا وقتها لازم يكون كامل ايه الاهلية لان احنا اصلا من دم لما نيجي هنتكلم عن شروط شكلية هنفع بكلام ده اكتر لان احنا هنتكلم فيها عن بيانات معينة هتكتب بالنسبة للساحب وبيانات برضو معينة بالنسبة لشخص ايه المستفيد طيب فيه بعد كده طرق تداول الكمبيالة انا قلت لك ان الكمبيالة بيتم تداولها عن طريق حاكتين تداول يعني هتنتقل من شخص لاخر التداول بيتم عن طريق التزهير وعن طريق التسليم او المناولة التزهير وهناخده كمان شوية نفع من لانا بنقل باجي في ظهر الكمبيالة كده واعمل ايه تم تزهير الكمبيالة من شخص المظاهر الى شخص المظاهر اليه وهنفهمها كمان شوية عشان افهمك برضي يعني ايه مظاهر ويعني ايه مظاهر اليه نمر اتنين اللي هو التسليم او المناولة تسليم او المناولة يعني انا هنا الكمبيالة مكتوب عليها هي كمبيالة لحاملها فأنا معايا ورقة الكنبيالة فأجي مثلا عايز أديها لشخص آخر يتم تدولها لشخص آخر هي مكتوبة لها لحاملها يعني أي حد يحملها فأنا أقول له أحد خدها وهات فلوسها وبعد كنت روح يسروفها أنت من البنك فهنا حصل إيه؟ تسليم أو منولة للكنبيالة من غير ما نكتب أي بيانات لأن هي مش مكتوبة عليها اسم شخص معين مش مكتوبة اسمه مستفيد معين ده هي مكتوبة لحاملها يعني أي شخص يحملها فبالتالي أنا لو أنا عايز مثلا أديها لأي حد تاني ويديني الفلوس هو بعد كنت يروح يسروفها بالبنك خد بالإيد كده تسليم ومنولة طيب فيه بعد كده عندي يعني إيه؟ تظهير التظهير هو بيان يكتب على ظهر الكنبيالة يفيد معنى النزول عن الحق الثابت بها لإذن شخص آخر ويطلق على المتنازل اسم المظاهر وعلى المتنازل إليه اسم المظاهر إليه هنا في التظهير بيان بيكتب في ظهر الكنبيالة ذات نفسها على فكرة لازم أن تظهير الكتب على نفس ذات السق يعني على نفس الورقة في الظهر بكتب فيها أن أنا تم تظهير الحق الثابت اللي هو موجود في الكنبيالة من اسمي لإسم شخص آخر خلي بارك هنا لطالما أعمل تظهير إذن يبقى مكتوب اسم المستفيد في وركة الكنبيالة اللي هو كده مظاهر لإذن شخص معين بس الكنبيالة ممكن أن أبكتبها إيه؟ لحاملها أو لإذن شخص معين فساعتها لو أنا حبيت تتداول الكنبيالة هيحصل هنا عملية إيه؟ تظهير فالتظهير هنا بيان هنكتبه في ظهر الكنبيالة هيفيد أن أنا بتنازل عن الحق الموجود في الكنبيالة من اسم الاسم شخص آخر أنا بقى يبقى اسمه أنا اسمي مستفيد صح؟ بس هتحول اسمي من اسم مستفيد لإسم المظاهر طب الشخص اللي هيستلم من الكنبيالة بقى وهو اللي يروح السرفة هيبسمه المظاهر إليه خلي بالك بقى فيه مظاهر إليه أول فيه مظاهر إليه ثاني فيه مظاهر إليه ثالث يعني ممكن مثلا المظاهر الأول ده يظهر المظاهر إليه والمظاهر إليه يظهر المظاهر إليه ثاني والمظاهر إليه ثاني يظهر المظاهر إليه ثالث يعني وارد النية تظهر من شخص الآخر لآخر ما فيش أي مشكلة خالص طيب ده معنى التظهير طيب الشروط الموضوعية للتظهير خلي بالك برضو عشان يحصل تظهير هناك ثلاث شروط مهمين جدا أن يكون صادر عن إرادة حرة واعية برضو هنا بقى أخلي بالك في الأول أنا قلت لك اللي هيكتب عن نفسه كمبيالة كان شخص الساحب فكان لازم أن يكون كامل للأهلية ويكون كاتبها بإرادته الشخصية من غير أي ضغط كذلك شخص المستفيد اللي هو هيظهر الكمبيالة عشان يظهر الكمبيالة لازم أن يكون ظهرها بإرادته الشخصية ما يكونش حد ضغط عليه برضو أنا وانا جيت هددت واحد ظهر الكمبيالة لإما موتك هنا تهديد فلو حصل عملية تظهير هيبه تظهير صحيح ولا باطل تظهير باطل لأنه تحت التهديد ولازم أن يكون مظاهر الحاجة بإرادته الشخصية طيب رقم اتنين أن يكون لسبب ومحل مشروعين طبعا لازم أن يكون لتظهير ظهرت الكمبيالة ليه هيبه لازم أن يكون لسبب ومحل ايه مشروع زي قلت لك من فاش يكون مظاهرة لحساب عشان مخدرات أو سلاح للي دي حاجات غير ايه غير مشروعة طيب رقم ثلاثة أن يصدر التظهير من شخص له الأهلية الكاملة لإجراءه أنا وقتلعك أن شخص المستفيد وقت كتابت الكمبيالة مش شرط يكون كامل الأهلية صح؟ يعني كنا اشترطنا أن الساحب هو لازم أن يكون كامل أهلية أما المستفيد مش شرط يكون كامل أهلية بس المستفيد لو هيتحول من المستفيد إلى مظاهر فلازم يكون كامل الأهلية لو كان غير كامل الأهلية هي وقتها يكون التظهير بتاعنا تظهير باطل فلازم عشان يظهر الكمبيالة لازم أن يكون شخص كامل الأهلية طيب فيه بعد كده صور التظهير التظهير تلات أنواع عندي على فكرة تظهير تام أو تظهير ناكل للملكية تظهير توكيلي تظهير على سبيل الرحم تظهير تام يعني بلء للحق السابت كله من إسمي لإسم المظاهر إليه يعني أنا أبديله الكمبيالة وهي يديني فلوسها وهو على فكرة مقابل عمولة يعني مثلا ممكن تكون الكمبيالة في حساب في حدود مثلا كتبين كمبيالة بعشر تلاف جنيه فأنا بقول لشخصي بقول لك أنا الكمبيالة دي أنا أصرفها بعد خمس شهور أو ست شهور وأنا محتاج الفلوس النهاردة تاخد أنت الكمبيالة وتخلىها معاك وتصرفها أنت بعد ست شهور وهي الكمبيالة بعشر تلاف جنيه بدأ لما أخد عشر هالت تسعة ونص وإنت نطلع لك خمسمية بعد ست شهور ويرد تحصل كده اللي هو مقابل مبلغ يعني عمولة مثلا تمام؟ فإن اسمه تظهير تام أنا بنق الكمبيالة من اسم الاسم شخص تاني خالص فيه اتنين تظهير اللي هو التوكيلي التظهير التوكيلي أنا مش بقول له خد الكمبيالة ويصرف الفلوس ويخده ليك لا طبعا ده أنا أكني بعمله توكيل أنه يروح يصرف الكمبيالة لحسابي يبا أنا أعمله توكيل أنه يصرفها لحسابي أنا فهنا مش هينتقل الحق السابت ليه لا ده الحق هيرجع لنا في الآخر تلاتة التظهير على سبيل الرهن التظهير على سبيل الرهن زي مثلا أنا اشتريت من واحد عربية ومش معي الفلوس سددها فقلت له بقول لك أنا معي كمبيالة هتتصرف بعد سنة يعني أنا معي فلوس بس الفلوس دي في كمبيالة والكمبيالة هتصرف بعد سنة تاخد الكمبيالة تخليها معك رهن لغاية ما سددت لك الفلوس ولو ما سددتش الفلوس معاك الكمبيالة هتقدر أنت إيه تصرف على فاسمو التظهير على سبيل الرهن خلي بالك التظهير التوكيلي والتظهير على سبيل الرهن لا يجوز لشخص المزرق لأنه هو يتصرف فيها نهائي إلا لو أنا ما سددتش الفلوس وعلى حسب التفال لا يحصل ده خلاص أصبحت أصل الكمبيالة بتاعته هو شخص المظاهر إليه أصبحت الكمبيالة بتاعته هو فمن حقه يتصرف فيه زي ما هو عايز فيه بعد كده التزيير التام أو التزيير لنقل الملكيات تعريف بتاعه هو نقل الحق الثابت بسك الكمبيالة من المظاهر إلى المظاهر إليه والتزيير التوكيلي هو التزيير الذي يتم بمقتضاه نقل حيازة الكمبيالة إلى المظاهر إليه بقصد تحصيلها يبدوره كله هيحصلها مش أكتر ولا أقل في التزيير على سبيل الرهن هو تقديم الكمبيالة إلى الدائن المرتهن كضمان لدين على المدين الراهن يعني بدأ له ايه الرهن مش اكتر ولل حاجة يضمن بها فلوسه طيب ضمانات الوفاء بالكمبيالة ايه هي ضمانات الوفاء بالكمبيالة عندي ثلاث ضمانات واحد مقابل وفاء اتنين القبول تلاثة تضامن الموقعين بالوفاء بكيمة الكمبيالة انا كتبت الكمبيالة عن نفسي ايه اللي يضمن لك برضو ان الكمبيالة دي صحيحة وان انا هدفع لك برضو الفلوس صحيح كده فقال لي عندي ثلاث ضمانات مهمين جدا اول ضمانة اللي هو مقابل وفاء هنعرف برضو تعريفه كمان شوية بس برضو نشرحه دلوقتي تبقى عندك خلفية عنه عبارة عن ايه مقابل وفاء مقابل وفاء اللي هو المبلغ متاعي اللي انا سايبه في البنك اللي انا حطه في البنك يعني مثلا ليه رصيد في البنك فده بيسمى مقابل الوفاء هنبقى مقابل وفاء ما كانش ليه علاقة اصلا بالكمبيالة يعني انا اللي خلاني كتبت بيني وبينك كمبيالة سبب اخر شراء عربية فانا كتبت الكمبيالة على اساس ان انا ليا فلوس في البنك انا كنت حطيتها قبل اصلا مشتري منك العربية او هتبقى الفلوس موجودة في البنك وانا عارف انها تبقى موجودة قبل برضو مشتري منك ايه العربية او عارف انها يجيلي فلوس وقت تتحط في البنك فوقت ان انا اولا ما اجسددلك الفلوس هكون الفلوس موجودة في البنك فده بيسمى مقابل وفاء اللي هو المبلغ النقدي بتاع الساحب اللي موجود ده عند المصحوب عليه اللي هو البنك طيب في عندي الكبول الكبول يعني انا بسلم الكمبيالة للبنك يمضي عليها انها مقبولة بيكتب كده تم كبول الكمبيالة اوازيل كمبيالة مقبولة فبيسمى كبول طبعا الكبول ده هو اتضمانة مهمة جدا جدا لان انا لو رحت للبنك وانتره انا معايا كمبيالة جيبها من شخص كذا كذا خد امضي عليها ام جاي ماضي عليها انها مقبولة كده دليل اثبات ان شخص الساحب مش بينصب عليها دليل إثبات إن شخص ساحب ليه فلوس داخل البنك دليل إثبات إن أنا كده هاخد فلوسي وضمنت فلوسي لأن كده أصبح التعامل بقى بيني وبين البنك وليس شخص إيه الساحب يبقى أنا كده اتطمنت على فلوسي طبعاً ثلاثة تضامن موقعين بالوفاء بكيمة الكمبيالة هنا أي حد بيمضى على الكمبيالة على فكرة بيكون ضامن يعني الساحب ضامن للكمبيالة طبعاً لو تم تظهير الكمبيالة من شخص المستفيد اللي هو يطلق عليه المظاهر إلا شخص المظاهر إليه أصبح المظاهر ضامن للكمبيالة طب المظاهر إليه ظهر الشخص المظاهر إليه الثاني يبقى المظاهر إليه الأول ضامن هو كمان للكمبيالة فدول تلات ضمانات مهمين جداً فيه بعد كده مقابل الوفاء التعريف بتاعه هوت هو الدين النجد الذي يكون لساحب طرف المصحوب عليه ناكد تيجت علاقات بينهما خارجة عن الكمبيالة وصابقة عليه يعني موضوع عصد ملوش علاقة بالكمبيالة ده فلوس ليه عند البنك من الأول فيه بعد كده الكبول هو تعاهد المصحوب عليه كتابة خلي بالك برضو الكبول بتاع البنك ما ينفعش يكون شافوي يعني ينفعش البنك يقول لنا إيه تم كبول الكمبيالة بالبقى كده لا طبعاً هو تعاهد المصحوب عليه كتابة بالوفاء بكيمة الكمبيالة في معاد الاستحقاق يعني البنك بتعاهد أنه هيدفع لي الفلوس في المعاد المتفق عليه اللي احنا كاتبينه في الكمبيالة اللي هو معاد الاستحقاق فيه بعد كده بروتستو عدم الدفع برضو خلي بالك احنا بنشرح هنا يعني نبزع عن كل حاجة كده مش بشرح بالتفصيل بحيث برضو بواخد بالك منهج التجاري ماشي ازاي في حاجة عندي اسمها بروتوست عدم الدفع انا كذبت على نفس الكنبيالة وصحبت على نفس الكنبيالة لحساب المستفيد المستفيد خد الكنبيالة ورح في معادة الاستحقاق يصرف الكنبيالة البنك قال له ما فيش فلوس او قال له لا مش ميديك فلوس او رفض طب لو شخص المستفيد رح للساحب وقال له البنك رفض ديني فلوس اول حاجة للساحب يقول له انت كذاب ما حصلش انت ما روحتش اصلا صح فوارد يحصل ما بينهم مشاكل فالكنون قال لك لا تجنب ان تحصل مشاكل ما بين الساحب والمستفيد يا مستفيد اول ما البنك يرفض يديك الفلوس تلجأ الاول للاسم بتعمل حاجة اسمها بروتوست وعدم الدفع يعني بتروح تعمل محضر بتثبت فيه ان البنك رفض يديك الفلوس وبناء على البروتوستو ده هتروح للساحب وتقول له البنك فعلا رفض الديني الفلوس ومعايا ما يزبط ان البنك رفض الديني الفلوس اللي هو بروتوستو ايه عدم الدفع اللي هو المحضر اللي تعمل في الاسم طيب فيه بعد كده السند اللي هامله الكنبيالة كان فيها ثلاث اشخاص ساحب مسحوب عليه مستفيد وقلت لك ان المسحوب عليه اللي هو البنك او شخص صبيعي اما السند اللي هامله او السند الازني تعالى الاول نقول لها هامله هي ورقة تجارية يتعهد محررها بأن يدفع مبلغ من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او بعد مضي مدة من تاريخه لمن يحمل الورقة عارف اك انه ايه انا بعمل وصل امان على نفسي ان انا بتعهد لك ان انا هدفع لك فلوس في معاد معين يعني باجه اقول لك كده ده بعمل على نفس السند لها هامله بقول لك ايه انا هكتب على نفس تعهد في ورقة كده ان انا شخص الساحب ان انا هدفع لك فلوس في معاد معين فاخد خليل معاك الورقة ديت وانا بتعهد لك ان انا او لما يجي المعادة هتديني الورقة هتديك الفلوس بتاعتك يبقى انا فيها كم شخص شخصين ساحب ومستفيد واحد بيكتب على نفسه الكنبيالة وشخص اخر هو اللي يروح يصرف ايه ايه ااسف شخص بيكتب على نفسه السند وشخص هيروح يصرف ايه السند هيصرفها من شخص الساحب ذات نفسه خلي بالك هنا يعتبر الساحب هو هو المسحوب عليه يعني اللي هيصرف اللي هيكتب على نفسه هو هو اللي هيصرف ايه الفلوس طيب فيه برضو السند الاذن او لامر هو هو بس ايه الاولانك اللي حامله اي حد يحمله اما التاني الاذن او لامر هو سك يتعهد محرره بان يدفع سك يعني ورقة يتعهد محرره بان يدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او بعد مضي مدة من تاريخه لازن شخص اخر وهو ايه المستفيد وهيكون طبعا متفقين اسم المستفيد ايه هو بالضبط طيب خلي بالك هنا شخصين شخص ساحب وشخص مستفيد اما في الكمبيالة ساحب مسحوب عليه مستفيد فيه الشيك الشيك بقى يختلف هو تعريفه قريب من الكمبيالة ولكن فيه اختلافات مهمة جدا الكمبيالة انت لازم المصحوب عليه ممكن يكون بانك او شخص اخر اما في الشيك لازم يكون بانك في الكمبيالة انت بتصرفها في معاد انت بتحدده بعد مدة معينة من الاطلاع بمجرد الاطلاع في تاريخ معين بعد مدة معينة من كتابة الكمبيالة يعني ممكن نحدد لها اربع انواع من التواريخ انما في الشيك لا ده بيتصرف بمجرد الاطلاع يعني ما بينفعش نكتب في الشيك تاريخ معين łbym الشيك بيتصرف ازاي الشيك ده بمجرد الاطلاع يعني انت بتكتب على نفسك الشيك النهارده ممكن مجرد ما تكتبه اروح اصروفه من البنك اصروفه في اي معاد انا عايزه واول اما اروح من البنك بيف schnell لا تعال اصروفه في معاد تاني لا ده احنا متفقين على ايه مش متفين ده وكده كده الشيك بيتصرف بمجرد الاتراع يعني ايه بمجرد ما بديه للبنك والبنك يبص على الشيك اول ما يستلم منه يتأكد من البيانات يديني الفلوس على طول فهنا ده الشيك يبقى ده الفرق يخلي بالك ما بين الشيك والكمبيالة يبقى الكمبيالة فيها ثلاث اشخاص ساحب مسحوب عليه مستفيد شخص المسحوب عليه ممكن يكون بنك او شخص طبيعي عادي اما الشيك لازم ساحب برضه مسحوب عليه ومستفيد ولكن المسحوب عليه لازم ان يكون بنك من البنوك طيب كذلك الكمبيالة انا ممكن اصرفها في معاد معينة او في تاريخ معينة او بعد مدة معينة من اطلاع او بمجرد الاطلاع اما الشيك بيتصرف بمجرد الاطلاع تلقائي ما فيهوش تاريخ معين تبتعالى نقول التعريف بتاعه الشيك هو ورقة تجارية تتضمن امرا من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بص بقى هنا التعريف زود ايه يكون بنك من البنوك بان يدفع بمجرد الاطلاع مبلغ من النقود لازن شخص ثالث يسمى المستفيد او حامل الشيك فيه اي مشكلة طيب فيه بعد كده مقابل الوفاء في الشيك ايه هو مقابل الوفاء على فاكرة مقابل الوفاء في الشيك هو نفس الموضوع برضه مقابل الوفاء في الكمبيالة مقابل الوفاء اللي هو الدين النجد مستحق لداء الذي يكون للساحب في زمة ايه البنك المسحوب عليه المبلغ من اموال بتاعي اللي انا سيبهم في البنك اللي شخص المستفيد هيروح يسرفهم منين من البنك هيروح ياخدهم من البنك يعني دي فلوسي اللي انا سيبها فين في البنك فمتسمى مقابل الوفاء طيب الشروط الواجب توفرها في مقابل الوفاء بالشيك خلي بقىك فيه عندي اربع شروط مهمين جدا في مقابل الوفاء اللي هي فلوسي اللي موجودة في البنك اللي شخص المستفيد هيروح ياخدها من البنك او هيصرف الشيك من البنك بولان على مقابل الوفاء اللي موجود فيه اربع شروط مهمين جدا واحد توفر مقابل الوفاء وقت اصدار الشيك خلي بالك الشيك ده بمجرد ايه الاطلاع يبقى لازم يكون الرصيد بتاعي موجود في البنك مجرد ما شخص المستفيد يروح يقدم الشيك إلى الفلوس يبقى لازم أن يكون مقابل وفاء موجود وقت الصرف إيه الشيك اتنين أنا وقت إصدار الشيك يعني أنا كذبت النهاردة فلازم أن يكون ليه رصيد في البنك النهاردة عرف ليه لأن إنت لو خدت مني الشيك وروح تصرفه في البنك النهاردة وما لقيتش رصيد هrellت بجريمة إصدار الشيك بدون رصيد اتنين أن يكون مقابل وفاء مبلغ من النقود يبقى لازم يكون ليا في البنك فلوس مش ليا شقة مش ليا أرض لا أنا لازم أن يكون ليا المقابل اللي موجود في البنك مبلغ من الأموال ثلاثة أن يكون مسويا على أقل كمية شيك خلي بالك أنا كاتب على نفس الشيك بعشر تلاف جنيه يبقى على الأقل المقابل الوفاء اللي في البنك لازم أن يكون كام عشر تلاف طيب ممكن يبقى عشرين آه عشرين تلاتين أربعين ما فيش مشكلة طالما أكتر من مبلغ ما فيش مشكلة إنما ينفع مثلاً كاتب على نفس الشيك بعشر تلاف ويكون ليه راسيط خمس تلاف لا ساعتها هنا هتعرض للعقاب طيب رقم أربعة أن يكون قابل لتصرف فيه بطريق سحب ايه شيكات برضو أنا لازم يكون ليه راسيط في البنك مثلاً أنا ليه راسيط في البنك يبال لازم أن يكون معاه دفتر شيكات وإن أنا بتعامل مع بانك بشيكات لأن برضو مش أي حد يعني ليه راسيط في البنك يبال معاه شيكات أكيد طبعاً دفتر شيكات لا طبعا ده هو بيبقى فيه اتفاق بينه بين البنك اللي هو ممكن يتصرف الفلوس بتاعته بناء على ايه شيكات يبقى لازم انه هيكون فيه اتفاق بينه بين البنك انه هو وارد يجي في وقت ملاقات يكتب على نفسه شيك لصالح شخص اخر هيجي يصرفه عن طريق وراءة الشيك طيب فيه بعد كده عندي ارقان جريمة اصدار شيك بدون رسيل انا قلتلك ان انا ممكن اصدر شيك لازم يكون لو انا اصدرته ليه رسيل في البنك طيب انا لو مليش رسيل في البنك يبقى انا كده ايه اصدرت الشيك بدون رسيل فكده جريمة بس انا عشان اقول ان الجريمة دي موجودة لها ارقان اول ركن عندي ان يارد الفعل المقسم على شيك مطابق لحكم قانون التجارة لازم طبعا يكون الجريمة دي بناء على شيك زي ما القانون قال بالزبط شيك معترف فيه قانونا مش شيك وراء انا كاتبه بخط ايدي كده وقولك ده شيك لا طبعا ده بناء انا حدث مثلا رسيدي في بنك معيني وبنامعي دفتر شيكات باسم البنك دوت ومتسطر نفس التصطير بتاع البنك والبنك هو اللي عامل الدفتر كوني فلا انا بكتب شوية البيانات بس اسمي وامدتي والمبلغ تمام فبلا لازم يكون الشيك مطابق للقانون او لحكم قانون التجارة لين اصدار شيك؟ هو ينفع دلوقتي ان انا اقول فيه جريمة اصدار شيك بدون رسيلت انا بقولك ايه انت روح تصرف الشيك من البنك كده بالبق شافوي اقولك انا هكتب شيكات بعد اسبوع اكتب شيك على نفسي وتروح تصرفه من البنك بالبق كده وانا ما كتبتوش؟ لا طبعا لازم عشان اقول فيه جريمة اكون اصدرت الشيك فعلا كتبت على نفس الشيك فعلا يعني فيه ورق كتبت وعملت بيناتها وسلمتها لشخص اخر لانا ما فيش حاجة بالبق والكلام ده كله تمام تلاتة عدم وجود مقابل وفاء برضه عشان اقول الجريمة موجودة ان الشخص راح يصرف الشيك ملاقاش مقابل الوفاء يبقى عدم وجود مقابل ايه؟ مقابل الوفاء رقم اربعة الركن المعنوي ايه بقى الركن المعنوي هنا؟ الركن المعنوي عشان برضو بعرفة لان انا هناخدها في قانون العقوبات وانا اخدها في سنة تالتة ان شاء الله برضو في قانون العقوبات الركن المعنوي هو القصد الجنائي اللي انا عارف ان انا بعمله غلط ومع ذلك اتجت اردت ان انا اعمله يعني انا عارف ان انا مليش رصيد اصلا في البنك وعارف ان انا مليش فلوس في البنك وعارف ان الرصيد خلص او الرصيد كله تسحب ومع ذلك اتجت اردت ان انا اصدر شيك يعني الموضوع مش جايب الصدفة ده جاي عن طريق القصد الجنائي انا قاصد ان انا اصدر هذه الشيك يبقى كده اربع ارقان و لازم يكونوا موجودين لازم ان يكون شيك صدر وفقا لقانون التجارة و لازم ان يكون الشيك تم اصداره فعلا و لازم يكون مفيش مقابل وفاء رقم اربعة اللي هو الركن المعنوي اللي انا عارف اللي انا بصدره اللي انا معليش رصيده مع ذلك تجا تردت ان انا اصدر ايه الشيك طيب فيه بعد كده العقود اللي انا قلتلك هنتكلم فيها انا عندي عقود تجارية ثلاثة مهمين عقد النقل و عقد الصمصرة و عقد الوكالة اولا عقد النقل لن انا قلتلك عقد النقل اللي يبقى فيه بص يعني هم المفروض شخصين شخص المرسل و شخص ايه الناكل بس احنا بنقول شخص ثالث اللي هو المرسل اقليه لاني وارد يكون شخص مثلا شركة عندها بضاعة بتنقلها لشخص عميل يبقى كده فيه تلات اطراف الشركة اللي هو المرسل والناكل اللي هينقل البضاعة وارد يكون مثلا شخص عنده مثلا مهل فبين البداعته من المغزن للمهل بتاعه فهو هو المرسل هو هو اللي هتروح له البداع بتاعه فيبقى شخصيا مرسل والإيه والناقل طيب بنقول تعريف العقد هو اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص الناقل بأن يكون بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شيء إلى مكان معين مقابل أجر يبقى هنا باتفق مع شخص الناقل أنه هيقوم بالوسائل بتاعته زي مثلا عربية أنه هينقل شيء أو أشخاص من مكان الأخر على فكرة تاب واحد مثلا يقول لي تاب ايه شيء أو أشخاص وانا ممكن هنا للأشخاص اه انا ممكن مثلا الشركة باتفق مع شخص مثلا عنده عربية اه او عنده اوتوبيس هينقل للعمال اللي شغالين عندي في الشركة من مكان إلى آخر مقابل أجر فبعمل معاه عقد يسمى عقد ايه عقد انه طيب في عقد الوكالة تاني عقد من العود عقد الوكالة ايه هو عقد الوكالة؟ هو عقد يتعهد بالمقتضاء الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل مقابل أجر يطلق عليه ايه العمولة بس خلي مالك برضو فعقد الوكالة مش شرط يكون المقابل فلوس يعني ممكن على فكرة عقد الوكالة يكون عقد تبرع انا مثلا ممكن اتبقى وكيل عن ابويا مثلا صحي كده هو يوكيل ان اروح اصرف له حاجة من البنكة او ابيع له حاجة او اشتري له حاجة وارد مقابل من غير ايه مقابل صحي كده فممكن تكون باجر وممكن تكون بدون ايه اجر يبقى ايه فيها شخصين عقد الوكالة شخص الوكيل وشخص ايه الموكل الشخص الموكل هو صاحب الشيء اللي بيوكل شخص الوكيل ان هو يروح يصرف له او اشتري له او يدور له على حاجة معينة مقابل مثلا عمولة ياخدها في النهاية اللي هي اجر معين في عقد تالت اللي هو عقد السمصرة عقد السمصرة هو عقد يتعهد بمكتداء السمصار لشخص بالبحث عن طرف ثاني لابرام عقد معين والتوسط في ابرام هنا اغلبلك السمصار دي اعتبر شخص وسيط بابين طرفين كل اللي فيها ان الطرف الاولاني بيبرم عقد مع السمصار ان يدور له على الطرف التاني يعني انا عايز اشتري العربية معينة بموديل معين ونوع معين وحالة معينة بس مش فاضل لانا ادور على العربية دي او ما عنديش وقت لانا ادور عليها فبروح اتفق مع شخص السمصار ان هو يبحث لي عن الشخص اللي عنده العربية اللي انا عايزها بالزبط فدور السمصار اللي هو بيوصلني للترف التاني خلي بالك السمصار مش طرف العقد الجديد اللي هو عقد شراء العربية مانوش علاقة اصلا بالعقد بتاع الشراء العربية هو ليه علاقة بعقد السمصارة بس انا باتفق معاه بعمل عقد بينه وبينه ان هو بحسن على الطرف التاني مجرد ما يجيب للطرف التاني وقت بنا العقد مع الطرف التاني زي مثلا عقد شراء العربية دور السمصار انتهى ولازم من وقتها يستحك الايه الاجر بتاعه او العمولة بتاعته يبقى عقد السمصارة فيه طرفين طرف أول بيطلب من طرف السنصار أن يبحث له عن طرف ثاني عشان يبرم معاه العد في بعد كده برضو عندي الشركات وده أنا قلت لك الجزء بتاع الشركات اللي هو خاص بالباب الأخير خلي بالك أنا ديت نبزة كده يعتبر عن المنهة كله يعني مش منهة الترمي الأول بس لا ده كده المنهة كله لأنه هو تلت ببان تلت ببان متوزعين على الترمي الأول والترمي الثاني عندي الجزء الأخير اللي هو بتاع الشركة عبارة عن إيه بقى الشركات أو جزء الشركات خلي بالك فيه الشركة التجارية وفيه شركة مدنية وفي المنهة هتقدر تفرم بين إيه هي الشركة التجارية وإيه هي الشركة المدنية ده هدفها إيه وده هدفها إيه كذلك برضو ناخد حاجة اسمها الجمعية تقدر تعرف ماذا إزاي جامعات الخيرية أنتوا بعرف إيه الجمعية دي بتاعت إيه وبتعمل إيه بتحقق ربح ما بتحقق إيش ربح كذلك الشركة التجارية هل هدفها تحقيق أرباح ولا لأ المدنية نفس النظام هدفها تحقيق أرباح ولا لأ هنقدر نفهمه بناء على الباب التالت إن شاء الله طب تعريف الشركة عبارة عن إيه هي عقد بمقتدار التزم شخصان خلي بالك شخصين أو شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاكتصاب ما قد ينشع نهاز المشروع من ربح أو خسارة يبقى هنا الشركة الشركة عبارة عن عقد بمقتدار هيلتزم شخصان أو أكثر خلي بالك لما أقول لك شركة ما ينفعش يكون فيها طرف واحد أو شخص واحد ده مشروع مش شركة إنما لما أقول لك شركة الشركة بتبدأ من شخصين تلاتة أربعة وانت طالع بقى العدد زي ما أنت عايز الشركة فيها شخصين بيتفقوا مع بعض إن كل واحد هيساهم في حاجة معينة إما أن أنا هساهم بمبلغ من الأموال أو هساهم بمجهود يعني إحنا هنعمل مع بعض شركة ممكن نتفي معاك إنت هات الفلوس وأنا هشارك بالمجهود يعني إنت مشاركتك بالفلوس وأنا مشاركتي بالإيه بالمجهود الشركة برضو كل يعني في النهاية لما منشارك بالمجهود وبالأموال عملنا عمل معين هنقتصم بقى في النهاية إلا هيتحقق سواء أرباح أو خسار يعني لو حصل خسار هتتقسم علينا إحنا الاتنين أو إحنا المجموعة كلها يعني مع بعض أو لو حصل أرباح هتتقسم على الكل يبقى الشركة كده فيها شخصين أو أكثر كل واحد هيساهم بحاجة معينة سواء إلا يساهم بمال أو هيساهم بعمل وفي النهاية هنقتصم إلا هيحصل أو إلا ينتج من الشركة سواء كان ربح أو إيه أو خسار طيب فيه برضو بعد كده الجمعية عبارة عن إيه بقى الجمعية هي كل جماعة زاتة تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو أشخاص اعتبارية لغرض غير الحصول على الربح ماتي خلي بالك الجمعية ليس الهدف منها تحقيق ربح عكس الشركة الشركة ده ما بطيك تعمل أي شركة هدفك إيه من النهاية؟ أن أنت تحقق أرباح وارد يحصل خسايا بس هدفك كله في النهاية إيه؟ أن أنت عايز ربح أما الجمعية أنا بقى أعمل مثل زي نظام جمعية خيرية هساعد بها الناس يبقى أكيد الجمعية ده أنا أعملها مش حقا من أرباح لأ ده عشان مساعدة أفراد معينة يبقى ده خلي بالك هي تطور الفرق ما بين الجمعية والشركة خلي بالك في الشركة أنا ممكن أكون بقيت طرف الشركة صحيح كده؟ من دي من أطرف الشركة فلو جيت قلت لهم أنا مش عايز أكمل معاكو عايز أسحب فلوسي إنها أخد فلوس بتاعتي واطلع من الشركة مفيش أي مشكلة خالص أما الجمعية لو أنا دخلت عضو في الجمعية ودفعت مبلغ من الأموال وجيتوا بتقول لهم لا مش عايز أكمل معاكو ينفع أسحب الأموال بتاعت دي؟ لا طبعا لأن الجمعية أصلا مش أيما على تحقيق أرباح ده جمعية خيرية هدفها مثلا أن هي مساعدة الأفراد وليس الهدف بتاع تحقيق إيه؟ الربح في بعد كده الأرقان الموضوعية العامة للشركة أي شركة بتقوم على أربع أرقان مهمين جدا ركن الرضا ركن الأهلية ركن المحل ركن السبب طبعا الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين والذي يتم بتلاقي الإجابة والإيه؟ والكبول أكيد لما بتجي تعمل أي شركة لازم أن يكون فيه إجابة وكبول من الأطراف اللي موجودة ولازم أن يكون كلهم داخلين بإرادتهم الشخصية ما يكونش واحد داخل الشركة معنا غصبا عنه اتنين الأهلية هي أهلية التصرف وهي أهلية الرشيد البالغ من العمر واحد وعشرين إيه؟ سنة الأهلية طبعا عشان مش الشركة دي عمل تجاري فطرع ما عمل تجاري بل لازم أن تكون أنت إيه؟ كامل الأهلية صحي كده؟ يعني لازم أن تكون عندك واحد وعشرين سنة لأنه عمل تجاري تلاتة المحل وهو الغرض الذي قامت من أجليه الشركة ويجب أن يكون ممكننا مشروعا إيه نعملين شركة ليه؟ مش عملين شركة لبيع مش عملين شركة لبيع مثلا شراء مخدرات أو بيع مخدرات وكلام ده كله أو للتجارة في السلاح لا طبعا لازم أن يكون عملين شركة لسبب مشروع لعمل مشروع يبا السبب والمحل لازم أن يكونوا شيء مشروع رقم أربعة اللي هو السبب هو الرغبة في تحقيق الأرباح وكتسمها هو إيه سبب عمل الشركة؟ أنا هعايز أعمل الشركة ليه؟ عشان هنحقق منها أرباح ونقسم الأرباح ما بينها آخر جزئية عندنا النهاردة اللي هي الأرقان الموضوعية الخاصة للشركة اللي هو تعدد الشركاء أنا أقول تلك ترى ما عملنا شركة يبقى لازم أن يكون عندي أكثر من شريك ما ينفعش يكون واحد بس يعمل شركة هو اتنين تلاتة أربعة ونتطالع تلاتة تقديم الحصص كل واحد لازم أن يقدم الحصص بتاعته سواء بقى هيخش بمجهود أو سواء هيخش بمال مبلغ من الأموال أي ما يكون فلازم هيقدم الحصص كده احنا اتكلمنا عن المنهج بتاع القانون التجاري شامل الترمة أول وترمة تاني ادينا نبزة عن كل جزئية بحيث يبقى الموضوع إن شاء الله فهمت مادة التجاري ماشية إزاي وطبعا عايزة طبعا مذاكرة أول بأول عشان سنة تالتة احنا هدفنا كله بنعمل يعتبر سنة تانية دي بنعتبره اعداد للصف الثالث التجاري عشان لما تخش إن شاء الله في سنة تالتة يبقى الموضوع سهل بالنسبة لك وطبعا كده تكون نهاية الحلقة بتاعتنا وإلى لقاء آخر في حركات قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته